في الاسرع 32 بقى الكلام عن العجل الذهبي مين اللي بنا العجل القرآن الكريم واضح جدا ان العجل ما بناهوش سيدنا هارون ولا بناه سيدنا موسى لكن بناه السامري في بعض الاخوة في مسألة الحوار الاسلامي المسيحي بيتناقشوا مع بعض المسيحيين المسيحيين بيقولوا لهم ما كانش فيه على سيدنا موسى السامري السامرة دول جوم بعديها بكتي وبعد الانشقاق اللي حصل في مملكة سيدنا سليمان والكلام ده كله ازاي انتوا تقولوا من ايام سيدنا موسى كان فيه السامرة والسامري هو اللي بنا العجل فبعض الاخوة قالوا ان المقصود بالسامري هنا مش السامرة اللي ظهروا فيه مع بعض لكن الشعب السومري القديم والاسم ما بين اللغات واللهجات اتغير فبقى السامري زي ما مثلا في العبري بيتقال شلوم في العربي سلام هي نفس الكلمة الشين تتحول لسين الرفع يتحول لضم او العكس شلوم سلام فهنا المفروض السومري بقى سامري مفيش مشكلة يعني مش بالضرورة كل مرة السين تتحول لشين موشي او موسى يعني ممكن تتغير وممكن ما تتغيرش المهم يعني ان المقصود بالشعب السومري القديم كان موجود واحد منهم هو اللي بنى العجل الكتاب المقدس بقى بيقول مين اللي بنى العجل بيقول ان سيدنا هارون هو اللي بنى العجل والعياذ بالله النبي بنى العجل في الاصحاح 32 من بدايته ولما رأى الشعب ان موسى ابطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير امامنا لان هذا موسى الرجل الذي اصعدنا من ارض مصر لا نعلم ماذا اصابه سيدنا موسى اتخر يا عالم هيرجع ولا لا قم يا سيدنا هارون ابن لنا آلهة تسير امامنا عشان يعني هنقعد كده من غير آلهة الكتاب بقى مش يقولك ايه ان سيدنا هارون عليه السلام قال لهم لا حرام عليكم ايه اللي انتو بتقولوه ده الاله ما هواش عجل الاله ما هواش مسبوك لا خالص قال لهم طب يا جماعة هتولد ذهب علشان اسبوك اسبوك لكم عجل كده من غير ما يناقش ولا يقولوهم اللي انتو بتقولوه ده غلط خفوا ربنا مفيش فانا فقال لهم هارون اول ما الول اعمل لنا آلهة تسير امامنا فقال لهم هارون انزعوا اقراط الذهب التي في اذان نسائكم وبنيكم وبناتكم واتوني بها فنزع كل الشعب اقراط الذهب التي في اذانهم واتوا بها الى هارون فاخذ ذلك من ايديهم وصوره بالازميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا هذه الهتك يا اسرائيل التي اصعدتك من ارض مصر طبعا سينا موسى رجع ولأ سينا هارون عمل لهم العجل وبيعبدوا العجل وربنا غضب عليهم والكلام ده كله وكسر الالواح ويعني القصة شبيهة جدا قصة شبيهة جدا بالموجودة في القرآن المهم هنا المهم هنا